موسيقى السلام عليكم مشاهدين وأهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حديث الوطن والتي نتناول فيها الشأن التونسي بدأ العدو العكسي إذن لنهاية المرحلة التأسيسية في تونس بعد أن صدق المجلس الوطني التأسيسي على المواعد الانتخابية لتعطى انطلاقة دخول البلاد على المرحلة الدستورية مرحلة تأسيسية وإن طال أمدها وتجاوزت حدود السنة التي وضعت لها بعد الإطاحة بنظام بن علي في الرابع عشر من يناير إلا أن المثيرة في هذه المرحلة وإن شهدت انتكاسة أمنية وأخرى سياسية هو التوصل إلى كل متطلبات المرحلة الدستورية عبر توفقات سياسية وحوار وطني توفق الجميع إذن على الدستور وعلى الهيئة المستقلة للانتخابات وعلى الانتخابات بمواعدها ويبدأ السؤال إذن عن مستقبل التوافقات السياسية في تونس وعن المشهد الانتخابي والتحالفات السياسية وعن واقع تونس بعد نهاية ألفين وأربعة عشر تساؤلت النبحتها مع ضيوفنا ينضم إلينا الآن السيد عبدالله العبيدي وهو عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس كما سيكون معنا السيد أحمد السافي وهو قياد في الجبهة الشعبية وعضو المجلس التأسيسي التونسي بالإضافة إلى السيد حمزة حمزة وهو قياد وهو عضو مجلس شورى حركة النهضة لكن قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة نبقى معاهد التقرير من إعداد الزميل بلا المبروك في السادس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول المقبل يختار التونسيون أول برلمان للبلاد بعد الثورة الأحزاب السياسية بدأت بالاستعداد على اختلاف جبهاتها فيما تتباين أراء المواطنين بين متحمس للسحقاق الانتخابي ومتشائم من نتائجه بعد ثلاث سنوات من الحكم الموقت تتجه تونس إلى تنظيم انتخابات تشريعية هي الأولى بعد ثورة الحرية والكرمة تحركات الأحزاب تمهيدا لهذا الرهان انطلقت منذ فترة عبر اختيار تموقعاتها سياسية وأرضية تحالفاتها بالنسبة الجبهة الشعبية عند أرضيتها وعند برنامجها وعند رؤيتها الاستراتيجية نحن نرحب بكل طرف سياسي وطني أقول جيدا وطني يقف على نفس الأرضية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية إذن تختار التموقع في صف ثالث فيما تبحث العديد من الأحزاب الوليدة عن التجمع في جبهات انتخابية توحد من خلالها رؤاها وبرامجها سياسية كل ذلك وسط تحذير مراقبين من أن تكون الساحة السياسية حبست التجاذب الثنائي بين حزبي النهضة والنداء المتصدرين لعمليات صبر الآراء الانتخابات التشريعية حركة نهضة ترشح بقوائمها وهذا المفروض يعني الأحزاب ممكن تعمل تحالفات بعد نتائج الانتخابات أما أنت التحالف مع أطراف مثلا ممكن تكون واضحة شنية ممكن نتائج انتخاباتها فالتحالفات ممكنة ونهضة مفتوحة في هذا ولكن بعد نتائج الانتخابات العدو التنازلي لتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر تشين الأول قد بدأ والهيئة العليا للانتخابات تسابق الزمن للأعداد ماديا ولوجستيا لهذا الاستحقاق في ظل حديث عن عزوف نصف الناخبين عن التسجيل بالقائمات الانتخابية حتى الآن ونحب انتخابات شفافة واللي يستحق واللي يشدر هو اللي يربح ونحبوش فيها التأزيف ونحبوه حتى الشيء ما عايش عندي ذيقة في حتى حزب لا غود ولا البعض غودوا ما عندي حتى في ذيقة في حتى حزب كم سيكلير موش أنا واحد نقول فيها راه الناس كل تقول فيها في الشيء راه وسط مخاوف من عزوف المواطنين عن الأقبال على صناديق الاقتراع تجند المجتمع المدني للإفتلاع بدوره في الإرشاد والتوعية أملا في الرفع من سقف المسجلين بالقائمات إلى سبعة ملايين ناخب بنا المبروك تونس الميادين إذن أهلا بكم مشاهدين من جديد ونراحب بضيوفنا السيد أحمد السافي وهو قياد في الجبهة الشعبية وعضو المجلس الوطني التأسيسي التونسي كذلك بالسيد عبدالله العبيدي وهو قياد في حزب نداء تونس وسينضم إلينا لاحقا السيد حمزة وهو عضو مجلس صورة حركة النهضة أبدأ معك سيد أحمد السافي ربما الخلاف الكبير بين الأحزاب السياسية حول من لمن الأولوية هل الانتخابات التشريعية أم الانتخابات الرئاسية انتهت الآن لكن كما تعلمون سيد السافي بأن الخلاف كان كذلك داخل الجبهة الشعبية وخاصة بين التيار العمالي أي حزب العمال وحزب الوطن الوطنيين الديمقراطيون هل فعلا انتهى هذا الخلاف داخليا بعد أن انتهى خارجيا أعتقد أنه ليس هناك خلاف في وسط الأطراف الجبهة الشعبية باعتبارها نمشينا في توجه موحد ونحترم بقية مكونات جبهة الشعبية باعتبار جبهة الشعبية مكوناتها يقايا مع التعدد والتنوع والثراع 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 الأطراف والجسم السياسي في الجبهة الشعبية والاختلافات هو دليل على كذلك ثراع الإرادة المشتركة الموجودة مش من ضرورة تكون عن تطابق وتجانس لأن مقول التطابق وتجاوز تجانس هذه مقولات الأحزاب الوثوقية والضغمائية والتي تتجاه نحو الإجماع ونحو الأتباق وغير ذلك من الأفكار التي قائمة على رفف فكرة الاختلاف أولا من الاختلاف بالنسبة لأننا كان اختلاف في مستوى الرؤى باعتبار المسألة من الزاوية أولا الدستورية خاصة المجلس الوطني التأسيسي في نير فصل واضح سبعة تسعة وثمانين أكد أن مسألة الانتخابة الرئاسية هي لها الأولوية باعتبار أن المسألة التقنية بالأساس لأن الرئيس الجمهوري المنتخب لا يمكن أن يتلو أمام مجلس نواب الشعب المجلس الولي هنا نحن أمام مجلس أولا تأسيسي مجلس تأسيسي لا يمكن أن يتحول عوضا عن مجلس نواب الشعب هذه مسألة من ناحية الدستورية بالإضافة لأن السلطة التنفيذية على هرم فيها هو رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس لمثل وحدة تونسيين وهو القادر على ضمن استقرار الدستور والضعم للحريات وأن الصلاحيات المكونة له نحن احترام الجسم التأسيسي بالضبط الذي اتفقنا فيه أن تكون هناك ثنائية السلطة التنفيذية وهناك توازن بين هذا السلطتين في إطار السلطة التنفيذية وبالتالي الأولوية مسألة تنظيمية ومسألة مرتبطة بالدستور وأول خرق للدستور نعتقد أنه يقع تسبيق الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئاسية باعتبار أن نصف الأحكام الانتقالية جاء معاولا مرينا وأكد أن الانتخابات المجرات لكن اسمح لي أستاذ سافي في هذه النقطة بالذات ربما لما تم الحديث عن الخلاف خاصة وأعيد التذكير بين الوطنيين ديمقراطيين وحزب العمال في المن الأولوية هل للرئاسيات أم للتشريعية كان هناك الحديث ربما قد يطال اللوائح الانتخابية باعتبار ربما هناك من يقول أن تجربة الوطد ربما الحزب العمال يراهن على شخصية محورية التي هي شخصية الأمين العام للحزب العمالي سيد همى الهمامي باعتباره له شعبية كبيرة وبالتالي هو يراهن على هذا المطلب في حين أن الوطنيين الديمقراطيين ربما يراهنون على اللوائح الشعبية والقواعد الشعبية ربما وبالتالي تصدر القوائم الجبهة الشعبية والدخول إلى انتخابات تشريعية بدفع أكبر هذا اعتقادي الفهم نعتبره فهم سطحي باعتبار أولا ننظر إليها من هذه الزاوية زاوية أنه لطالما الحزب العمال المرشح له والسيد حامل الأمامي أكيد بضرورة سنتجهل الانتخابات الرئاسية ننظرنا المسألة والمسألة مبدئية ومسألة تاكتيكية ومسألة مرتبطة بالدستور والآليات الدستورية ولطالما حتى الأحكام الانتقالية محددت شوء الأولوية الهلئية لانتخابات تشريعية من انتخابات الرئاسية يجب أن نحترم الدستور لفصل 80 أساسا ولكن نحن بالأساس نرنو لكتلة البرلمانية والكتلة البرلمانية المحدة وخاصة الصلاحية حكومة والبرلمانية والمرحلة القادمة التي لها الصلاحية الفعلية وبالفعل المرحلة الأساسية الحاسمة في تاريخ من المرحلة الدائمة القادمة هي الانتخابات التشريعية والتي أهمية القصوى خاصة تنبثق منها الحكومة والحكومة لها الصلاحية التنفيذية وهي لها الصلاحية التسير الشئ العام وهذه أهميتها وطنية لكن نحن لكي نؤسس المسار الذي ستقوم به الحكومة والبرلمة القادم يجب أولا أنه هي الأرضية ومن جملة الأرضية ذي يجب أنه نحيط من المسألة مؤسسة الرئاسة والرئاسة نطالما له صلاحية سيادية وله صلاحية تقريرية وأن الرئاسة هو جامعة لجميع الشخصية وطنية نبحث على الانبعث أو الرسالة الإيجابية للتونسيين أنه يثم أمكانية التقاح حول شخصية موحدة وكذلك هذه مسألة مرتبطة بالانتخابات التشريعية أساسا لا يمكن أن العمل التشريعي أو الحكومة المنابعة سيد سافي تسمح لنا بإشراك البقية ونتوجه إلى السيد عبدالله العبيدي من القيادة في حركة نداء تونس سيد العبيدي كما تعلمون على أن نداء تونس حاول أن يشكل أول ظهوره تكتل سياسي كبير وتبلور هذا التكتل السياسي الكبير بالاتحاد من أجل تونس لكن الآن يلام نداء تونس على أنه أظار ظهره لحلفائه وقرر الدخول بلائحة منفردة إذن كيف تقرؤون هذا الانسحاب علما أن أول إنشاء الاتحاد من أجل تونس هو الدخول بلائحة سياسية موحدة سواء انتخابيا أو على مستوى العمل السياسي هذا ليس انسحاب ولم يكن البت في وقت من الأوقات على تحالف انتخابي يعني برزت هذه الفكرة لكن لم تتبلور وندا تونس على عهده في مجلسه الوطني الذي التأم منذ بضعة أيام يعني يوم 15 جوان بالتحديد يعني أبقى على أمكانية التحالف مع بقية أطياف انسحة تعبير المعسكر الديموقراطي إلا أن الوضع يقتضي البحث بدقة في سياغ هذا التحالف ربما يكون في التنسيق على مستوى المراقبة ربما في بلورة البرامج ربما كذلك في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لكن الصيغة لم توجد بعد وأعتقد أن الضغط باتجاه أن يقع حلف انتخابي هو نتج ربما على حيرة بعض الأحزاب في إيجاد طريق على حزب ندا تونس مكتظ بالكفاءات واسامي الموظفين والمثقفين والموظفين سيد عبيدي إذا سمحت لي يلام عليكم كذلك أنكم طلبتم من الحلفاء داخل الاتحاد من أجل تونس أن ينضوون تحت لواء نداء تونس باعتبار أن نداء تونس أصبح له شعبية وبالتالي يمكن استفادة من هذه الشعبية بدل أن يتم تغيير الاسم والدخول بالاتحاد من أجل تونس وهو ربما قد يفقد النداء عدد من الأصوات هذا طرح من الطروح ربما الصيغة قد تتبلور أكثر لكن نداء تونس عنده امتداد على مستوى التراب الجمهورية وثم استشارة أخصائيين لأن نداء تونس أصبح عنوان والهدف من خوض الانتخابات هو الانتصار فيها وليس خوض الانتخابات لأرضاء زيد أو عمر لتغيير المشهد السياسي وندية تونس كان على الدوام مع الحوار مع كل الأطياف وندية تونس تحاور مع اليسار ومع اليمين المهم أن نصل إلى مرحلة استقرار بالنسبة للوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والوضع السياسي في البلد وربما الضغط متع الوقت والتجاذبات التي سبقت التصويت على الدستور لم يترك حيز زمني للمختلف الأطراف لبلورت مواقف مستقرة وهذا ما جعلنا اليوم نتهم زيد أو عمر بعدم الإفابة عهودي ولكن كل الأطراف وأعتقد نداء تونس وانا تحدث باسم هذه الحركة على عهدها وهي تطلب من حلفائها وشركائها الخوض في مدولات لإبراز نهج سياسي سيد العميد ربما قد نطور النقاش إلى بعض التحالفات أخرى التي ربما قد تؤثر على الخطوة التي أقدم عليها النداء بدخولهم منفردا لكن اسمحني قبل ذلك أن أشرك معي السيد حمزة حمزة أهلا بك سيد حمزة حمزة وهو عضو مجلس شورى حركة النهضة السيد حمزة كما تتابعون أنه تم التوافق على تاريخ تواريخ انتخابية ومواعيد انتخابية رئاسية تشريعيات وفعلا يمكن القول بأن النهضة نوعا ما خرجت منتصرة بالتوجه إلى رأيها وهو الدخول إلى مرحلة تشريعية قبل المرحلة الرئاسية أولا كحركة نهضة هل فعلا أنتم كنهضة مستعدون للدخول في التشريعيات وما هي الأسس التي بنيتم عليها موقفكم بإعطاء الأولوية للتشريعيات على الرئاسيات طيب السلام عليكم أهلا وسهلا بكم المهم بالنسبة إلينا الدخول في الانتخابات التشريعية أولا أولا أن النهضة كانت لها خلفية أساسية أنها تريد أن تدخل هذه الانتخابات اتداءا أولا لطبيعة النظام الذي هو معتمد في الدستورة هو برلماني معدل وبالتالي هي تراهن عن انتخابات البرلمانية ثانيا تريد أن تتجنب الاستقطاب في داخل البلاد ويكون المركز الأول في الرئاسة يكون في موقع توافق تلتقي عليه القوى السياسية على الأقل في الحد الأدنى حتى لا يكون هناك استقطاب حاد في الانتخابات الرئاسية ولهذا نحن راهنا وما زلنا نراهن على الانتخابات التشريعية على اعتبار أن الانتخابات التشريعية هي موقع التغيير وتقريبا الاستهداف التغيير والإصلاحات في داخل البلاد ولكننا نريد أن تحكم تونس بأوسع نطاق ممكن من التوافق على اعتبار أن رأينا وارتعينا أن تكون الانتخابات الرئاسية محل التوافق أكثر وأوسع وأن لا يكون فيها استقطاب لكن سيد حمزة دعني أضعك كما وضعت الضيفين السابقين في قضية إشكالات الداخلية سواء داخل الجبهة أو داخل حزب نداء تونس أو الاتحاد من أجل تونس ربما يقال على أن النهضة خلال المرحلة الأخيرة وخاصة بعد بعض الانتكاسات التي واجهتها أثناء تصديها للمنبر الحكومي سواء على المستوى الأمني أو على المستوى السياسي وقع هناك خلاف داخل خلافات داخل الحركة وتم الحديث عن طيار الصقور وطيار الحمائم إذن الآن التوجه إلى الانتخابات التشريعية هل فعلا على مستوى تحديد اللوائح الانتخابية هل فعلا الآن يمكن للنهضة أن تتجاوز هذا الخلاف يجب أن لا ننسى أن هناك كانت هناك انسحابات داخل النهضة لا ليست هناك انسحابات هناك تقريبا لا تذكر شخص أو شخصين هذا الذي انسحب من النهضة ولكن قضية الصقور والحمائم هذه قضية تذكر في الخارج الحركة لها مؤسسات وهي ديمقراطية في داخلها وتدخل في حوارات وهي لم تحدد بعد موقفها النهائي في الانتخابات الرئاسية ولكن دفعت من مبادرتها نحن نتحدث أستاذ حمزة نتحدث عن التشريعية وعن اللوائح نعم نعم عن اللوائح هذه نحن ليست لدينا مشكلة نحن لدينا قوانين ولدينا مؤسسات ولدينا نظم داخل الحركة من خلالها نستطيع أن نحدد ونرشح مرشحين للمجلس التشريعي ولقوائمنا يعني ليست هناك أي مشكلة لدينا تعارضنا في هذا الجانب هناك سلة ترتيبي وهناك لوائح تنطلق من القواعد من المحليات إلى غاية أن يصل إلى مركز الحركة فليست هناك أي مشكلة في الترشيحات بالنسبة إلينا فهي تنطلق من انتخابات قاعدية إلى أن تصل إلى قمة الهرم وعند ذلك تحسم قضية القائمات في مجلس الشورى بشكل نهائي لكن سيد حمزة ربما هناك من يطرح عديد من الملاحظات بأن النهضة أثناء دخولها لانتخابات 2011 ربما دخلت بشكل لم تكن الساحة السياسية مهيئة بشكل كبير وكان هناك الهم الأوحد هو إيجاد نوع من الاستقرار السياسي خاصة للنهضة التي غابت عن الساحة السياسية لمدة طويلة جدا منذ أيام نظام بن علي لكن لما عادت كان هناك تيار الخارج وتيار الداخل وتم تجاوز هذه المرحلة لكن حينما نقف على المراحل الحالية نلاحظ أنه كانت هناك وقفات داخل حركة النهضة سواء من خلال عدم رضى الكثيرين عن ما قيل تنازلات للنهضة فيما يخص الحوار الوطني كذلك عن تمرير عدد من القوانين داخل المجلس التأسيسي وأنا نتذكر هنا الشيخ راشد الغنوشي لما توجه إلى المجلس الوطني التأسيسي لإقناع النواب يعني أن هناك حراكا داخليا ربما قد يجعل النهضة الآن ربما تواجه صعوبات يعني الذي تحدث تعانوه هو شكل تنظيمي فقط لكن على مستوى تحديد الشخصيات الغنوشي ربما تنسجم مع الجو العام الذي تريد أن ترسمه النهضة للمستقبل لا الخط العام في النهضة قائم دائما يعني الانتخابات التشريعية كل من سيترشح سيكون في النهاية صاحب الدفاع على مواقف الحركة وعلى رأيها يبقى ما مرت به الحركة من تجاذبات على مستوى الحوار الوطني وما وقعت منها الزات في الساحة السياسية هذا أمر طبيعي جدا أن تكون هناك مواقف مختلفة ولكن في النهاية كانت المؤسسات التي تحسم ولم يكن شخص بعينه هو الذي يحسم تبقى العراء دائما قائمة وتبقى هناك مواقف تبقى مستقلة وتبقى لها رأي ولكن هذا لا يؤثر على الخط العام للحركة صحيح أن هناك في الحركة هناك العديد من العراء هناك العديد من الحوارات القائمة ولكن لا تصلها في النهاية إلا إلى توافق لما تحسم المؤسسة رأيها وهذا هو الذي نحن نسير عليه ليست هناك مشكلة كبيرة تعترضنا نعم هناك رأي مختلفة في داخل الحركة هناك مواقف متعددة ولكن الأغلبية هي التي تحكم والأغلبية هي التي في النهاية تحسم الأمر حصلت مواقف متعددة من قضية الحوار الوطني من قضية التنازلات ما سمي بالتنازلات ولكن في النهاية ما كنا نهدف إليه هو إنهاء المرحلة الانتقالية بأمان وهذا كان متفق عليه في داخل الحركة يبقى كيف الوصول بطبيعة الحالة هذا يرجع إلى العديد من التجاذبات الداخلية والخارجية والحركة لا تحكمها مواقف الداخلية فقط هناك وقع موضوعي على الناس عندما تتوفر لديها المعطيات أن تدعن إلى الرأي العام وتدعن إلى ما يمكن أن يوصلنا بسلام إلى اختتام المرحلة الانتقالية إذا سيد حمزة إذا سمحت لي ربما نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنستكمل الحوار حول الانتخابات الرئاسية الخلافات وكذلك الشخصيات المرشحة وكذلك السيناريو الذي يمكن أن تشهده تونس بعد الانتخابات الرئاسية مشاهدنا فاصل ونعود إليكم أهلا بكم مشاهدين من جديد ونرحب بضيوفنا الكرامة سيد أحمد السافي وهو قياد في الجبهة الشعبية وعضو المجلس الوطني التأسيسي كذلك بالسيد حمزة حمزة وهو عضو مجلس شورى حركة النهضة والسيد عبدالله العبيدي وهو القياد في نداء تونس لكن قبل الدخول في تفاصيل الحوار في الجزء الثاني نبقى مع تقرير للزميلة سميحة البغان بالتي رصدت لنا أجواء الاستعداد للانتخابات المقبلة وكذلك التحالفات والمقترحات لهذه الانتخابات بالرغم من أن الانتخابات التشريعية تسبق الانتخابات الرئاسية إلا أن شدل حول منصب الرئاسة فتح قبل أوانه حركة النهضة تقترح البحث عن رئيس توافقية وخصومها يحذرون من إفراغ هذه المبادرة لمحتوى العملية الانتخابية بالقفز على تطلعات الشعب صعن الانتقال الديمقراطي والبحث عن الاستقرار في مجابهة مخاطر الإرهاب تقدمه النهضة كسبب رئيسي للبحث عن رئيس توافقيا يحظى بتأييد واسعا من الشعب نعتبر أنه يرشح حزب ولا ترشحها اتلاف ولا مجموعة أحزاب الشخصية السياسية عليها توافق واسع نتصور أنه ضمانة إضافية لنجاح المرحلة التي ليستعيشها البلاد الخمس سنوات التي ليست تكون أيضا نجم نسميها الشوط الثاني من التأسيس المبادرة قوبلت بموجة من التشكيك والانتقادات إذ حذرت بعض القيادات السياسية من تداعيات هذا المقترح على العملية الانتخابية ونذاهتها فيما ألمحت أطراف أخرى إلى أن النهضة تسعي لإبرامي صفقة سياسية تبقى من خلالها على حضورها لإيجاد منها رئيس والتوافق نعتبرها نحن في التحارف الديمقراطيكا هي مناورة وكان منها نوعا ما في المشروف التجاه أن أضعاف مؤسسة رئاسة جمهورية وتركيز فقط على مؤسسة الرئاسة الحكومة المنافسة والحسابات الاستحقاق الانتخابية بدأت بين الأحزاب حتى قبل الأعلان عن المواهد الانتخابية فيما تسود الشارع التونسية حالة فتور عن متابعة الشأن السياسية بسبب فقدان الثواد الأعظم من الشعب لثقة في وعود السياسيين بالنسبة لي أنا ما عاش بش أنتخب حتى واحد وما عاد نعطي ثقة حتى في واحد أنا ما نيش مع فكرة مقترح رئيس توافقي على خاطر الشعب التونسي هو اللي لازم في اللخر لازم هو اللي يختار شكون اللي يقديه ولي ينظمه وليوصله لكيف ما قلت من له للحاجات اللي هو يحب عليهم الكل على الرغم من أن منصب الرئاسة قد فقد الكثير من سلاحياته إلا أن قائمة المرشحين للفوز بكرسي قرطاجة تزدحم بأسماء لا تحظى أغلبيتها بأي شعبية تذكر في الشارع التونسي سميح البغانمي تونس الميادين إذن سيد أحمد السافي قبل أن تطرق إلى مقترح حركة النهضة فيما يخص المرشح التوافقي لكن نقف عند سياسة حركة الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية كانت صريحة جدا وأعلنت أن لديها مرشحيها ومرشحها الأوحد ستقرره أعتقد أنه خلال الشهر المقبل للرئاسيات مرشحها للرئاسيات لكن هل الجبهة الشعبية يقال أنها فقدت لم تستطع أن تستفيد من بعض المحطات النضالية لا وخاصة اغتيال الراحلين شكري بالعيد والبراهمي من خلال كذلك انخراطها في جبهة الإنقاد هل عدم الدخول في تحالفات على شكل تحالفات جبهة الإنقاد يحاول من خلاله الجبهة الشعبية أن تعيد رسم هيكلتها لمواجهة قطبين قويين وهم النداء وحركة النهضة سيد السافي هل تسمعني أعتقد أننا فقدنا التواصل مع السيد السافي وأتوجه إلى سيد عبدالله العبيدي سيد عبدالله العبيدي سمعتم الآن إلى موقف حركة النهضة وهي التواصل إلى اتفاق مرشح توافقي للنهضة ولكل التونسيين توافق عليه جميع التيارات السياسية لكن أعتقد أن نداء تونس لها موقف خاص بها عبر عنه سيد طيب البكوش وقال أن هذا الموقف غير ملائم الآن في تونس إذن لماذا ترفضون هذا التوافق؟ علما أن جميع المحطات النضالية التي قتموها كانت محطات بالتوافق سواء دستور هيئة المستقلة للانتخابات تواريخ الانتخابات لماذا ترفضون مرشحاً توافقياً؟ هو صحيح اختارت حركة النهضة تونس طريق الحوار لكن سابقة وكذلك جددت رغبتها في ترشيح الأستاذ الباجي قايد سبسي في مجلسها الوطني المنعقد في 15 جوان وإذا كان اختارت مرشحة ما عاشت لما مجال فيما يخصها هي لدخول في حوار حول التوافق إلا اللهم إذا كان الأطراف الأخرى وافقت على ما قره المكتب الوطني لحركة نيضة تونس واختار كذلك سيد الباجي قايد سبسي وعلى ما ما يكون من أمر فالوفاق والتوافق حولها شخصية لا يلزم إلا الأطراف المتوافقة وهذا لا يلغي المحطة الانتخابية بخصصة الرئاسية وهذا لا يمنع جهات أخرى أن تتحالف حولها شخصية أخرى يعني الوفاق حولها شخصية بعينها لا يسلب المواطن التونسي والناخب التونسي حريته وقدرته على اختيار رئيسه إذن انضم إلينا كذلك سيد أحمد سافي سيد أحمد سافي كان سؤالي حول قبل أن ندخل في مسألة المرشحة التوافقي التي تطرحته حركة النهضة نبدأ كذلك بأن نقيل بأن الجبهة الشعبية خاصة عند الخراطها في جبهة الإنقاذ لم تحسن استثمار الموقفين التاريخيين وهما اغتيال شكري بالعيد وكذلك محمد البرهمي باعتبار أن كسبت منهما زخما شعبيا هذا الزخم الشعبي ربما ضاع في تحالفات جانبية الآن الجبهة الشعبية في دخولها على الانتخابات وهي أعلنت أنها ستعلن عن مرشحها للانتخابات الرئاسية هل هناك إعداد للقواعد من خلال العودة إلى هاتين المحطتين النضاليتين أعتقد بالنسبة للجبهة الشعبية ولأن عكس ما يرى البعض ولم تستغل الزخب الشعبي وموت الرفيقين والشهيد محمد البرهمي والشهيد شكري بالعيد بل بالعكس نحن أولا كانت نتاعنا المسألة الوطنية وحماية الدولة المدنية والدولة الاجتماعية وخاصة أن هناك خطر كان كبير من يسمى بالأرهاب وخطر من استبداد من فريق سياسي وطرويك الحاكمة بتمشي معين واعتقادي نحن اليوم المعادلة هذا والأساس العودة للتوازن عودة منعت وثيقة للتونسيين والجبهة الشعبية دائما رهنت على تكون المسألة الوطنية واستقرية القرار الوطني يعني نحن الهم شيء للقواعد الشعبي في كل والزخم الشعبي يستمد أولا من نظارية الجبهة الشعبية باعتبار هي التي حركت المعادلة السياسية وهذه كانت قوة حادة وحاسمة في هذا المسار وحتى تحالفها من بعض الأطراف الأخرى وهو تقعت بالأحرى لمدة معينة كان من أجل المسألة الوطنية هامة جدا وهي تغول فريق سياسي على بقية الأطراف وأكبر ذلك اليوم الفريق السياسي هذا يموجود نرى وفي الدخل تحت مجبرا تحت طائلة الحوار الوطني ودخل أن ينفذ خريط الطريق برغم المآخذة في مستوى التنفيذ لخريط الطريق ويعكس فقط ولمنه دور حاسم الجبهة الشعبية إذا لماذا لا تريدون الآن التوجه؟ التوجه إلى التوافق مع بقية الأحزاب خاصة داخل الانداء تونس أو الاتحاد من أجل تونس خاصة أنه كما أسلفت الآن بأنه كانت هناك محطات نيضالية استطعتم من خلالها تحقيق مكاسب وكما تعلمون أن الخصم الآخر ربما هو في وضعية مريحة وقوية ربما الجواب لذلك واضح نحن في إطار جابة الإنقاذ وجابة الإنقاذ لم تكمل المسار المتاح نحن في حاليا في توافق واسع مع بقية القوى التي تندرج أولا في إطار جابة الإنقاذ وبالإضافة لذلك نحن في داخل الحوارات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة